السلام عليكم معكم الدكتور هلال يرب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعة حال النهاردة في الفيديو ده أكلمكم عن أهمية استخدام الواقي الذاكري لازم تفهم أهميته وقيمته في أمور كتيرة من ضمنها منع الحمل ومن ضمنها الوقاية من الأمراض المعدية الاستخدام الأولاني وهو عدم الحمل يستخدم كمانع للحمل كونترا سيبت في طريقة من طرق موانع الحمل بيستخدموا الأزواق لما ما يكونوش عايزين يحصل حمل طب هو لو استخدم كمانع للحمل هل هو مضمون أنه يحقق فاعلية عالية جدا آه هو فعال جدا في استخدامه كمانع للحمل والدراسات بتقول إنه لو استخدم صح بيحقق منع حمل بنسبة 98% طب لو استخدمته وحصل حاجة غلط يعني يتقطع أو تزحلق وخرج أثناء الاستخدام تعمل إيه؟ على طول الست لازم تجري تاني يوم أو في نفس اليوم وخلال 3 أيام إنها تستخدم حبوب الطوارئ منع الحمل الطريقة اللي احنا تكلمنا عنها مرة في فيديو الحبوب دي لو استخدمتها خلال 3 أيام الأوائل بعد الجماع أكيد بتمنع الحمل عند الست وبرضو ممكن تستخدم إلى 5 أيام من الجماع لكن كل ما كان بدري كل ما كانت النتيجة أضمن الاستخدام الثاني وهو مانع للعدوى كالوقاية من نقل العدوى من شخص إلى آخر دول الاستخدامين الرئيسسيين للواقي الزكري واسمه بالبلد كده الكندوم فالكندوم واقي جيد جدا من انتقال العدوى واقصد العدوى للأمراض بالأمراض التي تنقل جنسيا مش أي أمراض يعني محدش يستخدمها للإنفلوانزة ولا للكورونا إنما الأمراض التي تنقل جنسيا من شخص إلى آخر أثناء الممارسة الجنسية بأي شكل من أشوكلها الكندوم يعتبر وسيلة فعالة جدا من وسائل الوقاية من هذه الأمراض بل هو أفضل طريقة تقريبا للوقاية أفضل وأكثر الطرق فاعلية ويصل معدل الوقاية إلى 100% في حالة الاستخدام السليم عشان تأخذ النتيجة المرجوة من استخدام الكندوم أو الواقي الذكري لازم تستخدمهم بطريقة سليمة وصحيحة كيف تستخدمه بطريقة صحيحة وتضمن نتيجة 100% يعني تكون مثالي في استخدامه معناها إيه؟ إنك أنت تحافظ عليه مستخدام يعني تواظب على استخدامه في جميع الأوقات التي تمارس فيها الجنس سيان للوقاية من العدوى أو منع الحمل وأيضا لازم تستخدم الواقي الذكري بالطريقة الصحيحة يعني لازم تتدرب أو تتعلم إزاي تستخدم الواقي الذكري بطريقة صحيحة يبقى إذن حاجتين الأول إنك تستخدمه دايما في جميع الأحوال عندما تمارس الجنس والشيء الثاني تستخدمه بطريقة صحيحة وقبل كده عملت فيديو عن استخدام الواقي الذكري بطريقة صحيحة ياريت تبقى تشوفه طيب إيه اللي ممكن يحصل لو أنت استهترت ومرضتش تستخدم الواقي الذكري لأي سبب من الأسباب مش عايز تستخدم الواقي الذكري إيه اللي يحصل؟ هاي يحصل يا إما احتمال إن الست تحمل وإنتم مش مستعدين للحمل احتمال تاني إن ممكن تتعرض أنت أو هي للعدوى لو كانت وضعكم قد يؤدي إلى العدوى فلازم ما تستهطرش وتستخدم الواقي الذكري في هذه الظروف وطبعا الأفضل والأفضل والأفضل إنك تمتنع عن الممارسة الجنسية الخاطرة اللي هي قد تؤدي إلى الحمل بدون ما يكون الحمل مناسب أو تؤدي إلى العدوى الجنسية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر